لا نساهم بتقديم الأموال إلى العراق هكذا نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي عشية انطلاق مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر بدءه يوم الاثنين المقبل المسؤول الأمريكي الذي لم تفصح رويترز عن اسمه وصفته قال إن واشنطن لا تعتزم إعلان أي شيء بخصوص المنح المالية إلا أنه أشار إلى أن أمريكا وعبر وزير خارجيتها ريكس تيلرسون الذي سيحضر المؤتمر ستشجع بدلا عن ذلك استثمارات ضمن القطاع الخاص فواشنطن تعول على ما يبدو على تدفق مليارات ربما ستمنحها بعض الدول لتجد فيها فرصة ذهبية تزيد ثراء شركاتها الرئيس مالية المئة التي ستحضر المؤتمر لتعيد بناء ما دمرته الترسانة الحربية والمقذفات الصاروخية الأمريكية التي ألقتها على مدن العراق ضمن ما قيل إنها حرب على الإرهاب هيدر نورت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هي الأخرى أكدت أن لا علم لها بأي أمور ستعلنها حكومة بلادها بشأن طبيعة المساهمات في المؤتمر موقف واشنطن قبل أيام قليلة من بدء المؤتمر وضع حكومة العباد بموقف حرج بالتزامن مع صدور تقارير تؤكد إحجام العديد من الدول عن تقديم الأموال للعراق في ظل الفساد المستشري فضلا عن خشيتها من وصول تلك المبالغ إلى الميليشيات المرتبطة بإيران وهو ما دفع بمظهر صالح المستشار الاقتصادي للعبادي للإحجام عن تأكيد أو نفي امتناع الولايات المتحدة عن دفع مزيد من المساهمات إحجام تماشى مع وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 حيث أكد أنه حال انتخابه رئيسا للبلاد فإنه سينهي ما سماه بعهد بناء الدول